السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شيوات حليمة جوحمن محبابكم معي في القناة اليوم سنقدم لكم عمل المشارك مع 6 قنوات للصرحة رائعين اللي سنقدم فيهم أفكار العشاء لستة أيام يعني أفكار سهلة وبسيطة وفي المتناول ومعنا أول قناة اللي هي وصفات ناجحة لأمريوما ستقدم لنا بمبيون والدجاج والأرز والشربة البسبس زروا القناة ديالها وديروا معها اشتراك ودعموها أيضا وكذلك قناة ميري ماروك اللي ستقدم لنا سباكيتي بالدجاج والخضر كيف تشوفوك تجي رائع عملوا معها اشتراك ودعموها أيضا وكذلك قناة السهل والبسيط مع أمناف اللي ستقدم لنا بانيني وعصير الفرولة والجزر والباناكوتة بالكراميل والقهوة زروا القناة ديالها واملوا معها اشتراك ودعموها أيضا وعندنا كذلك شهيوات داري مع أم شا مسعد اللي غادي تقدم لنا طبق إيطالي اللي هو بسوشو زروا القناة ديالها واشتركوا معها ودعموها أيضا وأنا بدوري اللي غا نقدم لكم شهيوات حليمة بوحمد اللحم محمر في طنجرة الضغط وأقراس البطاطس المحكوكة كيف كتشوفو غادي نقدم لكم اليوم في هذا الفيديو وعدنا كذلك عالم ما أمال اللي غا تقدم لنا بيزا بالخبز البيت أيضا زروا القناة ديالها وعملوا معها اشتراك ودعموها وكيف سبق لي ذكرت أنا اللي غا يعني غا نقدم لكم اليوم اللحم في طنجرة الضغط كي يجي رائع بأقراس البطاطس نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ومشو المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة بسم الله بالنسبة للمقادير هنا كيف كتشوفو عندي هنا هد يعني لحم ديال الغنمي هنا خديت من جهة ديال كوتلات وعندي ملعقة صغيرة ديال الملحة ملعقة كبيرة ديال قصبر الريابس وملعقة ونس قريبا ديال الزبدة تكون حيوانية ما تكونش ديال المارغرين هنا كيف كتشوفو أخديت الكوكور ديالي وغادي ناخد الزبدة يعني ناخد وحد شوية زبدة باشا غادي يعني نطلي قاع الجواني بوقاع ديال يعني الطنجرة ديال الضغط باشا غادي نوضع فيها اللحم ديالي يعني حتى كنت اكد بجميع يعني السطح آآ الكوكوت يعني ملبس بالزبدة وكذلك حتى القاعد ديال الكوكوت كيف كتشوفوا بهالطريقة صافي هنا مني آآ يعني عملت قاع الزبدة في الجوانب وفي قاع غادي ناخد آآ الزبدة ديالي اللي بقت وغا نوضع معاها آآ التوابي اللي هما آآ غير جوجة عناصر الملح والقصبور يابس بالنسبة للزبدة آآ كان فضل يعني تكون تخرجوها من قبل تكون لينة انا يعندي شوية يلا خرجتها من من تلاجة يعني بقى بردة من الاحسن تكونوا جبتوها من قبل باش ديكم السهلة وانتمات يعني باش مزجوها مع آآ التوابيل ديالنا ولكن مع يعني آآ مع الحرارة ديال ايدي ضغياء غادي تآ بنسبة ليانا ضغياء آآ يعني تلقات ولا تخفيفة هنبقى ندير هاد العملية ندخل مزيان ديك الملحة والقصبور اليابس مزيان باش نحصل على كريمة ديالزبدة بالتوابيل كيف كتشوفوا طريقة سهلة وبسيطة وكيجي بي هاد اللحم رائع بنين ويعني اكتر يلا درشو فيه الزبدة ديال يعني حيوانية ما تكونش نصحكم ما تديروش ماركارين باش ديكم بنينة كان ناخد كيف كتشوفوا اطراف اللحم ديالي وكان ايطالي ذاك زبدة ديالي يعني كان نطلها مزيان بات طريقة حيث ما كان ندير لا زيت لوال وكان كتفي غير بالزبدة اللي كان نطلها ديالي لحم وبديك يعني الليدام اللي غايتلقي لحم بإمكان اللحم يعني انا انا يا هادا درت عندي الغنمي بإمكانكم تديرو حتى ديال البقر تاوكي جيزوين صافي غادي نبقى نكمل قاعد طريفات ديالي ونوضعهم مباشرة اه في طنجرة ديال البتغط صافي كيف كتشوفو هنا وضعتهم الطنجرة ديال البتغط اه بهاد الطريقة وبالنسبة للماء انا يوضعت اه تقريبا اه كيف كتشوفو تقريبا غير تلاتات المعرق بار ديال الماء يعني احتر ربعة غير الجهد باش اه يطاب لنا اللحم وما يلصقش لنا يعني اه كيف كتشوفو ما نخليوش اللحم يبقى حتى ينشف بزاف ضروري داك شوي ديال الماء صافي كنغلقوا عليها الكوكوت ونوضعوها فوق فوق البطاطيب على النار مهيلا بالنسبة لأقرس البطاطس هنا اه اه خديت هاد الكيميا ديال البطاطس عندي بصالة محكوكة عندي الملح ابزار والتحميرة عندي بيضة واحدة وعندي اه المعد نص وثلاثة المعالق ديال دقيق وغادي نحك هاد البطاطا في الجهة الغليظة ديال الحكاكة كيف كتشوفو وغادي نحكها ورجع ليكم هنا بعد ما حكيت البطاطا ديالي هنا كيف كتشوفو انا وضعت هنا غير خمسات البطاطات يعني ما وضعت شدق البطاطات كلهم حيث عندي صغار يعني كتافتي بخمسات الوحدات الى كانوا كبار ديروا واحد ثلاثة الى اكتبت يعني الضعف والكمية ديروا اكتر هنا كيف كتشوفو وكن ناخد واحد يعني واحد شوية ديال البطاطا ونحاول نعصرها ما نخليش فيها ذاك الماء اللي كيكون فيها باش مني نبعون نقلوها جينام زيانة كنحيدو منها ذاك الماء اللي فيها زيان كنعصره وكنوضعوها في طبق اخر كتجي رائع هاد البطاطا يعني محكوك هكا يعني كنرفقوها باي حاجة بغينا يعني بالمشويات بشي حاجة مقلية هكا الحوت يعني كنا نديرو هكا مع الطبق رئيسية سافي غادي نبقى نكمل البطاطا ديالي بهاد طريقة يعني حتنسى لي كل شي والكيمية كتبقى ترجع لكم بتتكترو يعني ضعفو غير المقادر سافي هنا يا عصر تقع البطاطا ديالي يعني مني حكيتها وغادي نوضعها ثاني في في ميناء باشا غادي ندير معها التوابل اللي ان كيف كتشوفوا هنا وضعت البطاطا ديالي غا نوضع البيضة واحدة ونوضع الليها المعدنوس بالنسبة المعدنوس معلقة كبيرة ديال المعدنوس وكذلك عندي التوابل اللي هي البزارة التحمرة والملح حسب التوق وعندي كذلك البصة لمحكوكة يعني في الحكاكة الرقيقة يعني ما تكون شغلة ده وكذلك عندي ثلاثة معلقة ديال دقيق وغادي نمزج لكل بهاد الملعقة يعني تندخل قاعد التوابل والدقيق في في البطاطا ديالي وكتلبس كلها بهاد التوابل وبهاد الدقيق والبيض كان بقا استمر لهالعماليه حتى نخلطها كلها ويتمزج لياه لكل كيف كتشوفوا يعني غادي نخليها جانبا وغادي نخد طبق باشا غادي نوضع فيه البطاطا ديالي هناك فشتو اخديت صحن وغادي ناخد البطاطا وغادي نبدا نكورا هكا انا كندير هاد العملية كتجيني سهلة يعني ما كنديرش مباشرة لزيت كندير هاد الكويرات هكا في الصحن عد كان مبدا نقلي الى انتو ما بغيتوا تديروا الطريقة الاولى اللي كتلكم يعني تديروا اللي كتبغيوا يعني من مباشرة انتو ما كتل تكوروه كو تلوحوا في الزيت ديروها انا كتني هاد الطريقة اللي كندير انا كتجيني عملية وسهلة يعني كنكور كل شي وعاد من بعد كنقليهو بات طريقة ومشيو نشوفو الطريقة ديال القليان ديال البطاطا ديالنا اللي هي طريقتم تهية سهلة غادي نشوفوها من بعد ما نكورو جميع البطاطا ديالنا يعني اللي محكوكا وهنا كيف كتشوفو وضعت الزيت في المقلات وضعت هاد يعني بديت بهاد ثلاثة وكنحط كيف كتشوفو يعني كنهزهم كيجوني ساهلين طريقة ساهلة وما كتعدبش يعني كيكونو جا يعني مكورين وكنجيو وكنحط سافيون تسنع اليوم حتى يطيبو من التحت عاد غادي نقلبهم ساي نحس بهم بدو يتحمروا من التحت عاد غادي نقلبهم باش يطيبو لنا احتم لي فوق وهنا كيف كتشوفو هنا اه بعد ما طيبو من التحت كنقلبهم فهالطريقة كي تقلبو اه بسرعة وكيجون منظر ديالهم غزال نسبة لها دول الاخرين اه سافي يكمل فيهم الطيام وغادي نزولهم من 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 المقلات هنوضع صحن فيه ورق المطبخ يعني ورق الشاف وغا نوضع اه البطاطيس ديالي اقرص البطاطيس في هاد طبق اللي فيه ورق المطبخ كي سبق اللي اذكرت ونبقى نكمل حتى نسالي جميع اه الاقراس اللي عندي كيجوا رائعين بهاد طريقة وكيف كتشوفو هنا الحم ديالي طاب واجهز يعني مبقاش فيه تشين قطرة ديال الماء وكيكل منظر ديال وغزال ورائع بالنسبة للمدة انا يا كان يعني ما كان حسبش كان بقاقي كل ساعة يعني تقريبا الساعة وانا مرة مرة كان بقى نحرك الكوكوت تا كان حسبها كتر تقعد كان نحل عليها وكيف كتشاهدو هنا اه طبق النهائي ديال الحم ديالنا اه اللي محمر في الكوكوت كيجي صراحة رائع لديد يعني اه كيجي رائع ومرافق باقراص للبطاطيس نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ولا عجبكم ديروا لايك ونتمنى الدعم اخواتي للعاية اه اللي هم عندهم اقتراحة ديال العاشاء اتمنى الدعمهم واشتركوا معهم في القناة والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة شكرا